أقول إحتياط هل هذه الأموال الموجودة اليوم بمصرف لبنان هي إحتياط الدولة أم هي أموال المودعين بكل بساطة هي أموال المودعين فإذا ما بقى نقول إحتياط نبلش من هنا ما في إحتياط في مصريات الناس لأنه في 150 مليار دولار بين لبناني ودولار موضوعة بمصرف لبنان هذه وداع المصارف بمصرف لبنان وهذه الوداع جزء كبير منها منا رسميه للمصارف ولا الاحتياط جزء كبير منها هي وداع المودعين يلي المصارف حطتها بمصرف بآخر تقرير خلينا نقول هيك 70 مليار هي بالدولار دي بقى اليوم منها حسب ما بيقول مصرف لبنان 30 إذن في عجز 40 مليار دولار عجز 40 مليار دولار هذي عم نجاوب على فلوس المودعين في عجز 40 مليار دولار بالتالي هو 30 مليار دولار إذا بدنا أما بدنا هذي المودع بإخيرة المطاف عم بيدفع عم بيسدد فساد وهدر الدولة اللبنانية لأن سندات الخزينة اللي بتصدرها اللي بيصدرها وزارة المالية هو نغطي عجز نغطي عجز الدولة يعني بس هيك لنبسط الأمور نحن بلشنا بدان بـ 4 مليار بالتسعين وصل اليوم لـ 87 مليار هذا دان فقط الدولة مش مصرف لبنان ودفعنا عليهم فوائد 89 مليار دولار يعني المودع الصغير مش هو اللي أبض هالفوائد بالتالي هون راحوا مصريات المودعين يعني من حيث لا يدري المودع مول عبر المصارف ومصرف لبنان الهدر والفسد من حيث لا يدري هلأ 30 مليار دولار هاي الأموال الموجودة نحن اليوم بيوضع بالبلد على مفترق خطر جدا يعني ما بعرف إذا عم بيحسوا خليني إليك لنبسط بلشنا مرحلة تجوع الحقيقة كيف بتزيد هذه الأحتياطة وكيف بينخفض الأحتياطة بيزيد وقت اللي بيجينا سياح وقت اللي بيجينا استثمارات خارجية مباشرة وقت اللي منزيد التصدير اليوم بموضوع التصدير بيزل ما عم نقدر نفتح خطوط اقتمان عبر المصارف مش عم فينا بقى نصدق صحيح السياح يعني منعرف قديش ووضع البلد ما بيصبح مؤشرات الاقتصادية ومنه القطاع السياحة نزل والاستثمارات الخارجية المباشرة شبه معدومة لأنه فقدت ثقة أصلا بالبلد وحتى تحويل المختاربين بيزل انعدام الثقة بالمنظومة المصرفية والقطاع المصرفي كمان منتخفضت بالتالي هذا المخزون يعني مهم جدا مهم جدا هلأ بتسأليني شو رأيي بقلك رأيي أنا إذا بدي إذا أنت مدينتين اليوم أنا ما معي مصاري بروح بصارحك بقلك أنا عندي هالبرنامج ومستعد أنا لتدلك من هالأساس من هالمئة ليرة أما مئة دولار مستعد لتدلك تمانين أما تسعين دولار يعني مفاوضة الدائنين مفاوضة الدائنين هذه هي إعادة هيكلة الدان هلأ الدائن البيخ ليه هو دائن محلية أهلية محلية خلينا نقول أنه نحن منا النموذج الوحيد يلي ممكن أن يتخلف عن سادات يولو يعني الولايات المتحدة لأنه لأنه فينا مازج عدة أنه بتروح بتفاوض هذا الدائن أنت أول شيء من طريقة الدفع الأمريكية تخلفت عن سادات الدائن بلدان مثل بريطانيا بلدان كثيرة تخلفت كبيرة أكبر منا بكثيرة بس كان عندها أقل وعندها برنامج يعني نحن إذا بدنا نتخلف ونقلهم ما معنا وما في شيء وما بدنا نفاوضكم هذه كمان في خطر هنا نحك فيه النقطة وأرى نقطة فإذن مش منا منا مصيبة إذا تخلفنا عن هذا الدفع خلينا نقول يوم شغلي مش عم نبرر التخلف عن الدفع وبيجي حدا بيقلك أنه صنعت لبنين بالخارج وبيبطل فيه سئة وبيبطل المودع بيبطل الدائن يعطيك أو بيبطل فيك تاخد مصاري المقرد نحنا ما عم نقول بدنا نتخلف عم نقول بدنا نعيد هيكلة الدائن العام لأنه إذا مندفع أدار ومندفع نيسان ومندفع حزيران ما بقى فينا نتلطى وراء إصبعنا كيف ندفع بقية الاستحاقات عنا 27 استحاق حاجة بقى يضلل العالم قبل موضوع كيف ندفع بقية الاستحاقات خلينا نروح على نقطة أساسية جوهرية هي اللي بتهم الناس اتفقنا أنه هيدا المصاري هيدا منا الاحتياط هيدا مصريات الموضعين هيدا المصاري اللي موجودة إذا دفعت يعني معناتها أنت رح يصير عندك عجز بدعم الدواء بدعم الأمح بدعم الوقود بدعم السلع الأساسية حتى للصناعة والزراعة المواد الأولية للصناعة والزراعة هيدا اللي عم نقوله يعني اليوم مش القصة منا ترف أنه أنت ولا ما بدي ما بدي إدفع ديون هيدا مقابيل كارثة وطنية رح تحل يعني مفروض ما يفكروا مرتين بعملية بالمفاوضات بمعاليين مفاوضة دائنين أكيد وقت اللي بدنا نحنا نحكي عن إعادة هيكلة ما منكون عم نحكي عن تخلف أما تعسر لا بل بالعكس نحنا عم نصاريح الدائنين عم نقل له نحنا وضعنا هاك 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 ونحنا عنا هالبرنامج هذا هو برنامج للإصلاحات هذا هو هاك لأنه بأخرة المطاف اللي عم بيديني وبدي شوف إذا أنت عندك برنامج أما عندك سيولي لا تقدر ترجعي توفي بهالدان بنسمى بموضوع أنه نتوجه لأسواق المال لنتدين أنا هوني بدي جاوب على شغلي اليوم بيظل تخفيض التصنيف الاقتماني بيظل تخفيض التصنيف الاقتماني مين بدو يدينيك اليوم مين بدو يدينيك أنت ما هني جربوا وزارة المالية ما جربوا تصدر سندات خزينة ورجعت أخفلت عن هالموضوع هايدا يعني هايدا حجة منا مش زابطة مش زابطة أبدا بالتالي نحن علينا أنه نعيد هيكلة الدين شئنا أم أبينا وغير هيك عم بيكون انتحار بيظل هالأوضاع هايدا طيب الحل اليوم إذا ما دفعنا نعم هلأ أدار أنا بيقول لك أنا ما عندي إذا ما دفعنا أنا ما عندي معطيات بس بيقول لك أنه أدار تأخروا تأخروا بيش تأخروا ما نحن لا تسع أدار أولا لا بديك تعطي أنا مني محامة هون بس بيقول لك أنه بديك تعطي إشعار 21 يوم للدائنين لحملت سندات الخزينة أقلوا للي بالخارج لأنه اليوم للأسف كمان ما صار في عملية أنه نحن حكمان رايحين بأدار إلى الدفع ممكن مثلا ما ندفع نيسان يعني إذا دفعنا أدار ورجعنا نحن عنا برنامج لإعادة الهيكلة واضح ممكن هالشي يصير يعني وهذا بس إحنا هلأ صرنا محكومين ندفع أدار يعني صار الوقت كتير كتير ديق ليش هتحسن نستحي بالأقول لا صار الوقت كتير ديق صار الوقت كتير ديق إلا إذا بدنا نحن نشهر تعصرنا لأدار عم بحكي